الله ما كيعطيش رزق الشي واحد على حساب الجمل دياله ولا على حساب الفراري دياله ولا البرش دياله حيث هو لا بس عليه كيرزق الله الله كيرزق الإنسان على حساب الروح دياله الزكية الطيبة إن الله يطالع علامة في القلوب ماشي علامة في الجيوب علش كنقوله المظاهر خدعاء لأن الإنسان من ما كيتحكمش في الجمل دياله يصاب بالغرور احنا كنقوله جمال إلا جمال الروح والدليل على كلامي من كيتوفى شي واحد كيموت شي واحد كنقوله الله يرحمها روح ما كنقولوش الله يرحمها جاسد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كدرين أخوتي بخير كنت من كل شيكم بخير وعلى ما يرام قبل ما أبدأ في الحديث ليش تنخذ في هذا نار أخوتي المغربة أودون أشكركم من أعماق القلب الخالص كنشكر قاعدوك الناس اللي كيسولوا في هذا العبد الداعف الحمد لله مازال الخير في قلوب البشار إلا كانوا عندك تسعود و تسعين في المئة ديال الناس اللي كيحبوك هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الله يحبوك الله هو اللي كيسهل فدوك الناس هدوك كيسر فيهم باش يحبوك باش منطولش عليكم أخوتي المغربة كان غيبوش شوية لأنه أولا هذا العالم ديال يوتيوب كيبال يا نبحر الحرب ديال أوكرانيا مع روسيا وروسيا هي اللي دغطة هي اللي كتضغط على أوكرانيا دونك روسيا هي اللي في الصحة الآن دونك شكل كيين في الصحة في يوتيوب غير الفسق والفساد وروتيني اليومي و التفهادك شي باش كان جبدور جدينا كان الزؤمن يوتيوب ما بقناش كان بنوارد الأيام بزاف لأن من إن كتدير واحد الحلقة وكتكون جميلة وكتخدم عليها حيث كان كتبوك وكتلكم وذي ما كان عود لها درا باش نوجد حلقة كتطلب ليا يعني مدة طويلة وفالتالي متالا كتلقى فيها يالله ميتين لايك تلتمية لايك ووحدة اللي كتعري الجسد دياله وكتزز البندير وكتبدأ تطبال وكتقول لك راه العام زين وتواصلها لك حتى الجدر هذي كيين اللي كتحوز على اللي لايك ديال نحنا كيخطفونا اللي لايك ديالنا كيديوه مهمة دونك لا داعي باش نبقان بان أناديما جبت رجلية مابقتش كان بان بزاف باش مانطووش عليكم اخوتي المغاربة الموضوع اللي جيت نخد في هذا نار موضوع مهم يخص بالدب دوك الفتيات اللي كي تجوجو عن طامع البنات اللي كي تجوجو عن طامع كلكم على علم ديك المرة اللي خرجسكت هدرف واحد لمنبر اعلامي قال لك بان البنت ديالها ميسورة مخصدتها شي خير عند دات طنوبيل داروخ الدمه الحمدوليلا مخصدتها شي خير ولكن ديما الانسان كيتمع في ماء احسن احنا كنقولوا بدرجة درجة ديرنا الطمع كي قضي عليه الكتاب ارضو بالكم ارضو بالكم من صبرة نصابة كثير بزاف هادشي باش جيت نار حليت القاميرا ديالي باش ننوركم بخصوص هاد الموضوع حيث الام ديالها فتالي خرجسكت هدرف وقالت لك خص البنات يتجوجوش واحد كي ما بغي يكون وخم يكونش لابس عليه حيث التفاهم هو الاساس ديال الزواج انا البنت ديالي دابة طحت في الفخ ونصب علينا هاد السيد والدنستها ديال المليون اخر شنا ننوركم بخصوص هاد الموضوع اخوتي المغربة باش مطيحوش في الفخ كما تحت في هاد خيتي هادي وميمطن في نفس الوقت يعني نتذكر معاكم بخصوص هاد المشكلة هاد اللي عدنا في المغرب ديال الانسان ما كيكونش لابس عليه مثلا مسكين متوسط الحال ولا فاقير بناي ولا كي يخدم على رأسك يبيع ويشري مثلا البيض ولا كيبيع ويشري مثلا في السويقة علش ديما كنشوف في في ذاك النظرات ديال الاحتقار كنحتقروه واش هادك ماشي انسان هادك واش هادك ما منحقوش انه يبني يدير عائلة ما منحقوش انه يتزوج هذا هو الموضوع اللي جيتنا هدر في هاد النهار ونتقسموه معاكم لعلة وعسا بعض الناس يعني يتعضو جيت اخوتي هاد النهار نشرح لكم علش نسبة التلقى ارتفعت بزاف عند الطبقة الفقيرة وفي نفس الوقت نعطيكم حلول إلا بغيتوا تقطعوا البر الأمان وفي نفس الوقت نشرح لكم كيفاش تزواج ولا بحل كريدي في المغرب همشي معاكم دقة دقة ان شاء الله الرحمن الرحيم باش تفهموه بقاو معايا ما تمشيوا فايني لا بغيتوا تقطعوا البر الأمان وينجح لكم زواج ديالكم حيث نسبة طلقة نشتاء ولا تموهويلة في المغرب بزاف وخصوصا عند الطبقة الفقيرة خسكم تعرفوا واحد القضية من انك تمشي تخطب شي بنت عن دباها وانت ما مرسمش يعتبرك ويشوف فيك انك طالب معاشو إذا كنت تبيع في السويقة الله يحصل للعوان للجامع راكلنا فقراء تحت الله ليس لا يقول لك الشي واحد هذا السيد هذا يحضر علينا بكي اسم يتوب هالطريقة هذه واشهوه عنده ذي فراري عنده ذي بورش نحنا في المغرب من الشي واحد مثلا كي يريد خطب شي بنت كنقول له لخصك تدز من الباب أو والدي ما يريدك شي تنقذ من السرجمي لك انت راجل خصك تدق في الباب حيث حتى الدقاء نبرسو خصنا نسمعوه حتى ودخلنا فتورات المغربية خصنا ندخله في اليونيسكو فعلا هو مسكن كيدير لازم كيتكلف وكيتكلف وكيتسلف ويجيب الوالدين دياله الورد السكار الحليب وكيتقدم لخطبة ديك الفتاة الجاميلة التي احباها من عماق قلبه ويريدوها ان تكون زوجته حلالا طيبا كيتقدم حلالا طيبا هاد الشخص هذا الوالدين ديالها كي يرفضوه طلب دياله يرفض من طرف الوالدين ديالها حيث كيتكروزه معه في السويقة كي يبيعوا يشرية البيض في الكريصة كي يقولوا لبنت ديالهم واش غد جوجي هاد المعتوه هذا اللي كي يبيعوا يشرية غير البيض واش هذا هو اللي غدي يديك الماكدونالد وانتي موال فكا تمشي الماكدونالد مثلا كي يقولوا له ولدي هاد البنت ما تصلح لك شيء سير قلب في جهة اخرى حيث هاد البنت هدي جميلة هي زوينة وقارية وخاه هو قاري حتى هو عنده الماستر والظروف دياله احتمت عليه يبيعوا يشرية البيض علاش لظروفين يعني نجهلوها ما لقاش خدمة مثلا كي يديب باني بالبيض على ما يلقى خدمة علان مهم هو راجل ما بغاش يقلس في الدار يصرف عليه والدي يعني كي يخدم بعرق جابينه كي كنقوله ولكن احنا ما كنشوفوش يعني الحلال كنشوفوش في ذلك الشاب اللي جاي تقدم الخطبة ديال البنت ديالنا انه كي يخدم بالحلال ولا لا خسنا يكون عنده فراري كي يقولوا لهذا الشاب الجميل الخالق الطاموح بان البنت ديالنا احنا ما كنقلبوش اولدي على عقد زوج احنا كنقلبو على عقد نكاح نقلبو حنا على شي واحد عنده فراري ولا بورش لا بس عليه يدير غي عقد نكاح بالبنت ديالنا ويقضي الغرض ديالنا ولكن في النهاية النهاية كتكون مؤلمة مش غير كي قضي الغرض ديالو البنت ديالك ترجع سالما غانما كي قضي الغرض وكيلو حافشي واد فلاسين وكيعيطو لك في التليفون كيقولك قالو عمي را البنت ديالك مكناش معايا ما عارفين مشات راها هربات را ما كيناش عندي البنت ديالك سير عند البوليس وديكلاري أنا البنت ديالك را ما كيناش عندي را شهر منين خرجت من الدار ما كيناش والبنت ديالك هو اللي قطع هالك طرف ولا حافلة صين ولا قطع على ظهر هالك دروغ ولا قطع على ظهر هاش مصيبك حلا وفي التالي عادك تبدأ كتفكر في مولك الريصا لدي نسولك واحد سؤال وتجاوبني كتخاف من الله وكتطلب الله يعطيك شي يرزق وكتصلي ولكن واش عمرك شتي الله مباشرة علاش لان الله ليس بجسد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان احد لذانا نقل لك تركز على الروح انسان أكثر من الجسد ديالو حيث فاش كتتعامل مع شو واحد كتتعامل معه بالروح الزكية الطيبة ما كحتويش في واحد شفى انه ولا باس عليه مثلا هو عنده فراري عاد خolon نحتارموه حيثه ولا باس عليه عنده فللا ولا باس عليه شو واحده زوينةروك مثلا يعني عنده واحدى لجمال بائر خ coin نحترم%ها لأنها زوينة الجمال إلا جمال الروح لأن الإنسان كي قلت لكم نينكي توفاك نقولوا الله يرحمها روح ما كنقولوش لله يرحمه جسد علاش لأن الله سبحانه وتعالى نينكي يعطيك شي يرزق شفيك بأنك أنت إنسان تسال ذاك الرزق هذا على حسب القلب ديالك طير طيب ولكن نينكي يعطيك أنت ذاك الرزق متاناكي تقول الحمد لله يا ربي عطيتيني هذا الرزق هذا ولكن الله وش تي انت يا وش كتشوفوه بالعين المجردة لم تشوفوش كيني جوج ديال الأصناف ديال البشر فق القرى الأرضية سنف كيكون إنساني وكيكون معناوي وصنف كيكون مادي وهذا السنف اللي كيكون مادي عمره وليه معناوي علش لأن القلب دياله يكون معمي منين كتكون إنسان إنساني تتكتون كتتركز على المعنوية كتر مما كتتركز على الماديات الشخص اللي كتتكون كتتجد مع أطراف الحديث أي أنه تركيز على المدية التي تعدي بها الفيلا، والطنوبال التي تعدي موديل بل تركيز على الروح المرحة الطائرة الزاكية لإنسان حيث يموت شخص هذا يديم الحفرة المعنوية، الروح والذكية المعاملات مع الناس حيث الروح لاترابن عين المجردة المدية التي نرى بالعين المجردة وننتبعها وننذهف وراءها طنو بالمال. لماذا؟ لأن النفس اماره بالسوء. وباش تكون تكون عندك الايمان قوي بالله سبحانه وتعالى. والقليل ديال الناس اللي كيكون عندهم الايمان قوي بالله سبحانه وتعالى. بل الكثير منهم يلهاتون وراء المال ما كيقدروش يكون تكون 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 لهم. والصعيب باش انك توصل لهذا المرحلة هادي. والنهار اللي ان انسان كيوصل لهذا المرحلة هادي. كتبال له الحياة لعب ولاهو. المعنى والمقصود من الكلام اللي قلت لكم اخوتي وهو فتالي في اخر المطاف. الغاني كي يعطي البنت ديالو الغاني. والفقير كيقلب على الفقيرة بحالو. واخيرا جبت لكم الحل اخوتي المغاربة. إلا تبعتوا اتشي اللي قدي نقول لكم ده بغا تقطعوا البر الامان. حيث انا ما شمدك النوع اللي كيحل الكاميرا بدي يخطب على لعب الله ويسد الكاميرا دياله ويمشي بحالة ويخلي الناس الافكار ديالها مشتتاة. الحل سهل وبني ديكم اللي تبعتوا اتشي اللي غدي مقول لكم تقطعوا البر الامان. شنو خصك تدير في اللول قبل ما تزوجي اللي بغيتي الزواج ديالكي نشي حميها في المياه. خصك تقطع الحشيش. الحشيش هو سبب المشاكل في المغرب. ما بي اللي يكوبل ما بي الأزواج علاش. حيث المرة من كتجوش شي واحد كيتكيف الحشيش في الصباح منه كينوض. ما كيهدرش معها منك ينوض في الصباح. خصو التيت كيف كيكون منير فيه. دو كيوقعوا مشاكل الخصامات. وخصو يشري الحشيش وما عندوش. وكيقتاصد في الفلوس وما كيتللاش فيها مزيان باش يلقى باش يشري الحشيش وكي تكرفس عليها وكيضربها وكيوقعوا مشاكل. زيد المعاشرة الزوجية اللي ما كيقدرش عليها حيث الحشيش كيقتل الخلاياة المنوية يعني لا حياءة في الدين كي كان قولوه. يعني هده هم المشاكل اللي كيخليه الإنسان مكن ينجحش في الحياة الزوجية دياله ما كتكونش ديك السعادة وكذا لأن الراجل كيكون مبلي دماغ دياله وعاطيه غير الحشيش. الحشيش هو اللوول اللي خصو تقطع. إلا بغيت الحياة الزوجية ديالك تنجح. الحاجة الثانية اللي كيخصك تدير. فاش بغيت اخد شي قرار. قصو تشور مع الزوجة ديالك حيث هي الطرف الثاني في القضية النصف الآخر ديالك همالأمر علاش باش غدامت لهمكش. إلا بغيتوا تفرخوا تديروا الوليدات. تشور مع الزوجة ديالك مش حد ديال الولاد خصو تديروه. على حساب البيت جي ديالك وش حنتك تدخل متلا المصروف اليومي ديالك. ما تفرخش متلا حداش. فرقات ديال الكورونتا عندك إفدو. عندك يلا هبيت وعندك سيجور. وكما لاحظتهم في الحجر الصحي كانوا الناس عليهم ضغوطات علاش. حيث كانوا عندهم الولاد بزاف وكان عندهم يفدو. بحل يروا في الحبس مساكن ووقعوا لهم ضغوطات. لإنسان فاش يتجوج كيبدأ كيف يفرخ واحد مور واحد حتى كي يغرق في المشاكيل. الحل شنو هو فاش تجوج. إلا أول تيلو والد للول خصو تخلي ربع سنين ما بين اللو والتاني علاش. فاش كي يدخل لاخل المدرسة كيكون عنده سبع سنين. كي يكون لاخر يلا عنده تلت سنين كيكون عندك المصاريف في ذلك الواحد. أما إلا كانوا عندك جوج دراري مثلا عندهم سبع سنين ولا ثلاثة دراري عندهم سبع سنين مثلا. وقد تدخلهم في نفس العام المدرسة. تكلفة تجيك غالية. وانت الدخل ديالك يكون محدود. نحن كنقولوا في المغرب زيد لمزيد الدقيق. إلا كانوا عندك جوج البيوت وسيجور مدير ثلاثة ديال لأولاد. فاش تزاد عندك بيت آخر. يقول لي وعندك ثلاثة ديال لبيوت وسيجور. ما فيها بس إلى الزتير والد الرابع. الجميع. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم.